عاد الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى قصر باكينغهام بعد تتويجهما في كنيسة وستمانستر كانت تشارلز الثالث قد تويج رسميا كملك لبريطانيا في كنيسة وستمانستر في أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ سبعين عاما وضمن مراسم يعود تاريخها إلى ألف عام فيما توافدت حشود من بريطانيا وشتى أنحاء العالم على لندن لمتابعة الحدث الذي جرب بحضور نحو مائة من رؤساء الدول وكبار شخصيات جدير بالذكر أن تشارلز قد تولى حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها ترجمة نانسي قنقر